من جانبها أعربت الوزيرة البلغارية عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع مصر أشارت الوزيرة البلغارية إلى توصل الاتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وبلغاريا وعقد أولى جلساتها بين مسؤولي البلدين توصلنا إلى اتفاقنا لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون والآن بدأنا الجلسة الارتفاحية لآلية التعاون والتي ترأصناها معنا مع السيد وزير الخارجية وقد تبنينا بيانا مشتركا ولكن الآن نرسل إشارتنا قوية أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة ومن الوهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى عقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية أقول اليوم الرسائلة الرسائلة اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر